شايفيتك كنت بالماضي عم تبني قصر مش انه قصر يعني بشكل مباشر لا عم تبني مشروع عم تبني شي معين ولكن فجأة هدم هذا الاشي بطل موجود هذا في الماضي ممكن يكون في الماضي القريب او الماضي البعيد هذا الاشي عم بيأثر عليك لحد الان نفسيا فالكروت تقريبا ايجابية فانسى والطاق اللي قبلتلك قبل شوي لما طلعنا طاقتك انسى هذا الموضوع لساتك انت عم بتفكر فيه ببين هون عندي انه فيه اشي قدامك فيه بناء يعني شوف هذا اللي انهدم شي قديم شي فيه مشاكل شي فيه عوائق فانت بالعكس انت خلصت من هذا الموضوع ممكن يكون عمل عمل رديء كنت تشتغل فيه كان فيه كتير مشاكل فيه وهلأ بالعكس شايفه قدامك اللي هو من بعد هاي المشكلة من بعد هذا الموضوع عم بيكون بناء يعني مزبوط عم تحصل على فرصة فعلا بتستحق فانسى القديم اطلع لقدام برج العقرب شايفيتك مثل عم بتميل للموسيقى عم تسمع كتير هاي الفترة يمكن اغاني حزينة يا ابصر عم تتذكر يا اما عم تتذكر حبيب يا اما يعني انت عم بيكون مودك شوي متقلب هاي الفترة فشايفيتك فيه فترات رح تكون فيها زعلان فيه فترات رح تكون فيها كتير مبسوط طبعا زعلان مش لسبب يعني ما تخافوا مش ما في يعني وقعات ما في شي بخوف ولكن كمود يعني انه مود بدون سبب بدون شغلة حتى تصير حتى لا هي شغلة هيك فترة مؤقتة رح تحس في بعض الفترات انه فيه توترات يا برج العقرب بس ما في شي بخوف بالعكس تشوفك انت انتهيت من شي قديم غير مربح غير مش في مصلحتك والان الفترة الجاي عم تتطلع على هاي الفرصة او على هذا الموضوع وعم بتروح له شايفي كمان ممكن يكون فيه سفر عم بيفكر برج العقرب بسفر على عمل شايفي انه هذا الموضوع رح يكون ابسط بكتير من ما انت تفكر يعني انت بفكره انه معقد يمكن لسه ما بلشت بالاجراءات انت بفكره انه معقد انه كذا بالفترة الجاي رح يتسهل كتير هذا الموضوع شايفيتك هون قريدي خلص مجهز امورك وبدك تسافر ولكن بيقولك انه انه ما تسافر لحالك يعني على الاغلب رح تسافر اما مع زوجة مع حبيب مع ما بعرف بس يعني بينصحك الورق بانه ما تسافر لحالك لانه انت من الناس اللي شوي عاطفيين فيمكن اذا سافرت لحالك تكون كتير شاعر بالوحدة كتير تكون متعزب يمكن نفسيا فحلو انك تسافر مع حدا مو شرط حبيب او كذا ممكن يكون اخ ممكن يكون بس انا شايفيتك مسافر مع حدا يعني مش لحالك شافي فيه كمان شخص ممكن يكون عندك في العمل شايف حاله ومش مصدق وانت عم تاخده على ادعق له على طول الوقت ولكن هذا الشخص رح يكتشف امور رح يكتشف انه انت ما اخده على ادعق له يعني رح يكون فيه شوية صراع للناس اللي اساسا عم يشتغلوا فيه صراعات شوي على خفيف يعني مش كتير هذا الشخص ممكن يكون هوائي ناري او مائي اكتر ايشي مبين مبين انه كمان فيه وفرة مالية في نهاية الفترة او طرقية خلينا نقول للناس اللي قريدي بيشتغلوا فيه فرصة جديدة كمان فيه فرصة جديدة حلوة كتير قلنا عنها للناس اللي ما بيشتغلوا من ناحية الصحة شوف الصحة انت بتعتمد على الموضوع النفسي فانت تعبان نفسيا بالورق فعم ينعكس على صحتك فانت شو لازم تعمل يعني دايرك لازم انه تضبط نفسيتك تحاول تعمل توازن فيه ما تفكر كتير ما تعطي للامور اكتر من حقها لحتى صحتك تكون منيحة الاناث من برج العقرب عم بيهتموا جدا جدا في جمالهم هنه اساسا جميلات يعني بس عم يهتموا اكتر في كل الموضوع وفي كل المواضيع اللي بتخص الجمال شايفيتك هون عم تترك الدنيا وتفود الدنيا جديدة تطلع من حبس والله فعلا يمكن يكون في حبس بالموضوع انت محبوس يمكن مسجون لا بمزح ممكن يكون بالمعنى المعنوي لهذا الموضوع انه كنت محبوس جوه افكار كنت محبوس جوه اوهام رح تفتح هاي الطاقة يعني رح تفتح في طاقة رح تنفتح مثل تفتيح عين او روحانيات او شي عم تطلع من هذا الحبس او السجن او الاوهام اه لارض الواقع عم بشوف اه كمان ممكن تترك دنيا تفود دنيا تانية اه تخلص سايكل من حياتك تبلش سايكل جديدة شايفة انه في باب رح ينفتح لك هون انا قلت في ناس عم بتكون متشائمة تركت شغل هكذا اه عم بيكون في نقص بالمادة طبعا نتيجة هذا الاشي يعني لانه مرتبط المادة يعني عملك اه فعم بشوفك لأ في فرصة جديدة في باب جديد عم ينفتح انت ما كان يخطر على بالك ابدا خلينا نشوف شوي على العاطفة اقرب دايما لما حرك الورق يعني بنصحكم تمشوا الفيديو لانه موضوع ممل رح تمسك ايد الحبيب العقرب ما بتقولنا ما بتخبرنا في حب كبير في مشاعر كبيرة بيكنل لك اياها الحبيب او انت بتكنلو اياها يعني انا بعيد بكل برج نفس الكلام بحكي لكم انه القراءة ممكن تكون عكسية لانه القراءات العاطفية احيانا بتكون عكسية شايف الطرف الثاني يعني مش قادر على البعد فيه شغف كبير ناحيتك فيه شو فيه محبة وانت شو انت عصابك باردة علاقة ثلاثية ولكن ما بشوفها ذات اهمية ما بشوفها انها مهمة وما في علاقة يعني ثلاثية مش مهمة ومهمة وكزا بس ما بشوفها انها دائمة او كزا بشوفها انها مرة واحدة يعني خاصة انه كرت واحد بيان وخلاص بعديها في اه مصر على هاي العلاقة ووكي اول شي الطاقات قبل ما انسى الطاقات عم تكون هوائية زي ما انتو شايفين نارية مائية اكتر شي اه هلأ مش شرط اذا انا ما ذكرت يعني اه مسلا طاقات معينة بتكون الابراج مش اه موجودة ما دخل هاي هاي طاقات يعني عادي اه ما بتأثر بس احنا انا بحكيها عشان انتو بتحبوا انو احكيها اه هلأ بالنسبة للعاطفة شايفيتك يا عقرب عم اول عكس يعني يا انت يا شريكة عم تكتشف اكاذيف عم تكتشف اه موضوع معين بتعلق بيه الطرف الثالث اه عم بتحاول بعديها انك يعني اما تجاكره اما تعطيل القدر اللي هو يعني تحجمه ما تعطيه حجم اه رح تعلمه درس اه زي ما هو ضحك عليك انت انت حاسس بانه بدك تضحك عليه شاعر بالانتقام يعني ناحية الطرف الثالث واكنه ضيع الشريك من ايدك او لهاك عن الشريك حاس هيك من الورق في عندك كتير صراع من ناحية العاطفة ما عم ترسع على اه بر طول الوقت لكن بالفترة الجاي انا بشوفك يعني خلص حصلت على الحبيب اه بكل اريحية اه شايفة انو الحبيب اه شوي الان عم بمر في ضيقة مالية ولكن هاي الضيقة يعني ما بشوفها مستمرة لوقت طويل اه بشوفك بشوف شوفو عالاغلب الانثى ان كان انت او الطرف الطرف الثاني ان كان انثى اه فالعالاغلب هي المنتصرة وهي اللي رح تكون اه يعني لها اليد العليا في في الموضوع هي اللي رح تكون الماسكة الموضوع او بتحركه بالطريقة اللي بدها اياها هي اللي رح تكون الليدر في الموضوع شايفي هاي العلاقة كتير شو شوفها دول كرتين يعني مكملين لبعض نفس الصورة عم بتكونوا متشابهين كتير كتير انت ويا انا ما عم بقول على على الصعيد الثقافي وشغل هذا لا انا عم بقول بالمستقبل بهاي الفترة رح تكونوا كتير قريبين من بعض لدرجة انه يعني رح تشبهوا بعض بالاخير فشايفة انت رح تقدم والطرف التاني رح يقدم نفس الكاس كاس الحب فدول كرتين مع بعض انه واو يعني نادرا ما يطلعوا مع بعض وعلاقة مستمرة وجدية ما رح تكون اللي هي علاقة عرضية او كزا عم بشوف واحد من الطرفين او انت عم بتكون كتير شغوف عالطرف التاني مش قادر تستنى بدك باي وقت تبلش او ولكن هذا صبرك رح يعني رح ينتهي ورح توصل للي بدك اياه لانه تن هون عنا رقم عشرة خلص انت خلصت التعب خلصت الامور هاي كليات هالزنخل اللي فيها فيها عكوسات وعم بتبلش شي جديد مع الحبيب فا كروت يعني حلوة بس يا عقرب بطل التشاؤم انت وانت رح تشوف كتير اشياء حلوة لو تركت التشاؤم او الافكار يبعد عن ناس المتشائمة عم بشوف في حواليك يعني ناس كتير متشائمة او عم بيحكو لك عم بي ايش بيسموها بيكسروا بمأديفك على قولة اخواننا المصريين حبايبنا او انه يعني ما يعرف في حواليك ناس بيحاولوا انهم يحبتوك فابعد عن هاي الناس او همشهم اذا كانوا من العيلة بشوف للبعض من عندكم من العيلة نفسها فلو ما كنتوا لو ما كنتوا قادرين انه تبعدوا عن هدول الاشخاص اذا كانوا من العائلة ففيكم انه تهمشوا يعني تسمعوا من هون تطلعوا من هون فبس ان كنت بتعدوا عن اشخاص اه السلبيين شوف راح توصل لمرحلة راح تصلي فيها يمكن ركعتين شكر يا رب اه على موضوع انت كنت اه شوفوا هذا الشخص في جزيرة لحاله وحيد اه مثل مثل برمودا ما فيش يعني حدا هناك نهائيا اه جالوا الفرج من ابعيد فبيقول لك راح توصل لهاي المرحلة انه تشكر اه ربنا بكافة الوسائل على الامور اللي انت عم بتحققها بالفترة الجاي ان شاء الله يا رب الله كريم اه بس بقول لك زيح الافكار السلبية من اه من راسك اه لا تسمع اه اوهام لا عيش بالواقع زي ما هو كمان عم بشوفك يا عقرب البعض منكم عم بيحلم احلام اللي هي غير واقعية فلا بيقول لك امشي عالارض يعني امشي واحدة 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 ما تحلم بالشي البعيد جدا لا احلم شوي شوي يعني انت راح تحقق الامور ولكن يعني شوي شوي ما تتحمل حالك اه اكتر ما بتستحمل طيب خلينا نشوف مسلا شو بنا نشوف خلينا نشوف هدول الكروت شو عم تقول لبرج العقرب شوف حبيبي هاي الطاقة بتعطيك طاقة ايجابية ازا كانت طاقتك ناقصة او سلبية فانت بتحولها لا ايجابية ازا عملت هادا الاشي سامح ما بحكي لك انه تنسى يعني احنا مش من يعني احنا مش آلة او مشين عشان خلص تكبس على الكتسة وتنسى الموضوع لا بس انه اه سامح على الاقل زي ما قلت قبل شوي ببرج من الابراج انه نقول حسبي الله ونعمل وكيل وخلص بكفي ما نحاول انه ننتقم ما نحاول لانه في شوي روح انتقامية عند بعض بعض الناس اه رح تكون بيقول لك هون انه خفف شوي من الحساسية اه كون عملي اكتر اه مشي امور اه ما تدقق على كل شي وكل اشي رح يمشي بس بيقول لك انه احزر من الحساسية ممكن الفترة الجاي رح تكون كتير حساس خفف من هذا الموضوع ازا كان موجود عندك حباي ببرج العقرب برجع اشوفكم في فيديو تاني يارب بيكون شهر خير عالكل عالجميع وباي